هشام التمويل للشركات النشأة شروطه القواعد المنظمة لده لأنه أكيد اللي جاي يحط فلوس ده عنده شروط ما لازم تنفذ داخل هذه الشركة إدارة هذا التمويل ويمكن ده اللي بيؤدي لحالات كتيرة زي اللي شفناها مؤخرا وشفنا الجدل اللي كان دائر على إحدى الشركات على المواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد عنصر التمويل عنصر خطر قوي في حالة الستارتوب لأنه هو بداية المشروع بدأ كفكرة مش محدد سلفا الفكرة دي هتروح بنا لحد فيه وبالتالي ممكن الشركة دي أفاقها تكون محدودة وممكن أفاقها تكون متسعة وتنتشر مش بس معالية لكن إقليمين ودولين خلينا ناخد نموذج تاني هو الأكثر شهرة أو المعرفة لمعظم السادة المشاهدين بالمقارنة مع المشروع اللي تحدث عليه الأستاذة هو أوبرو كاديم لأن أوبرو كاديم بدأ بدأ كستارتوب فهل حد كان متوقع أنه قابل أوبرو كاديم لما ينطلق هيصل لهذا المستوى؟ لا وبالتالي هو بداية الأيمين أو أصحاب الفكرة ما بيقومش عايفين الكورة دي هتتحضرك بهم وراحة فيه وده اللي بيعمل تحدي فيه متعلق زي ما أشرت للفانانشاستركشا هايك التميل هيجي ازاي؟ فعادة الستراتوب ما بيبدأش بواحد يعني ممكن يبدأ بواحد اتنين تلاتة اتبعة خمسة فمبدئيا علشان هم مش بيبقوا عادفين بالظبط إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيتعمل زي ما قلت أنه الموضل نفسه جديد فعادة نقطة الخلاف الأولية بتبتدي من قبل حتى ما المشروع ينطلق إنه طب احنا هنوزع الحصص ازاي هنبتديها ازاي؟ الرؤية يعني الخاصة بالمشروع الرؤية مش واضحة قوي لما الرؤية بتبتدي تطرح بتبتدي ندخل طب هو بيواجههم تحدي خطير إنه معدلات النمو غير طبيعية أمامهم مواركة بالفاتح وغير متوقعة يعني احنا برضو نتكلم إنه ما بين ما بين أعتقد الإحصائيات بتقول ما بين كل عشرة شركات شركة واحدة هي اللي ممكن تنجح صحيح وبالمناسبة برضو يمكن من 30 سنة كان طبعا ده قبل أوبا يوكاديم كان شركات الاتصال الموبايل الموبايل لما بدأ كان نفس فكرة الستارتوب صوق الإلكتروني كمان ودي من أكتر الحديثات للناس بتتعامل معها مواقع يعني بتتعامل معها المليارات وهي الصعوبة مش بس إنه الموديل البزنس موديل ما بيبقاش واضح بالنسبة للقائمين على مشروعات الستارتوب لكن كمان للأسف إنه عادة بيبقى أطراف وجهات التمويل كمان بيبقى البزنس موديل بالنسبة لهم مش واضح وخص تحديدا القطاع المصافي يعني حتى كمان القطاع المصافي ما بيبقاش عنده القدرة الكافية علشان يقدر يحدد احتياجات التمويل البيتشن ريت أو معدل للاختوك أو معدل النمو المتوقع له بقى طبعا إحنا قلنا إنه دي فكرة جديدة فما لهاش موديل فلسه الموديل في مرحلة التكوين فهنا طبعا فيه مصادر وأوجه وبدال التمويل كتير جدا بينها طبعا حقوق أصحاب الفكرة اللي ممكن بعض يكون أكثر جرأة وبعض أكثر تحفظا فبيختلفوا فيما بينهم فبيبتدي المشاكل من دي وان حماية الحقوق الفكرية لملكين الشركة اللي نبتدي ندخل فيها وبعدين نبتدي ناخد تمويلات هو كان فيه فيجن بالنسبة للبعض إنه لا ده النمو هيبعلي جدا فيه البعض بيبقى متحفظ فتوزيع المهام وتوزيع العضوات فيما بين المساهمين يعني خلينا نقوله أن الستارتوب اللي عادة بيقوم على أكتر من شخص مشاكله بتبقى كبيرة جدا ودرجة انتشاره مهمة لكن كمان بيبقى فيها مخاطر متعددة لأن المشاكل هتكتر كل ما المشروع هيكبر أكيد مشاكل الإدارة وبتكون ما بين مجلس إدارة متعددة ومصادر التمويل متعددة وتكاليف التمويل القدرة على حسابتها بالتوازي معها فإلى أي مدى أحضر أحسب جانب الفاينانس وبالتوازي أو بيخدم على جانب الانفتمنت فالموضل بتاع الانفتمنت مش واضح وبالتالي الفاينانش الستركتش كمان مش واضح وبالتالي هو ده اللي بنبتدي نقول أنه فيه حاجة مقلقة وعشان كده مهمة أن الستارتوب يبقى مبدئيا المؤسسات المعنية بالتنظيم ورقابة داخل الدولة لازم تبتدي تجاهز نفسها مبكرا ولازم القواعد الحوكمة توضع مسبقا علشان مش بس علشان نهد من الخروب أو خروج هذه الأموال فيه أطر غير شرعية لكن كمان عشان نضمن نجاح هذه الأفقاد لأن الأفقاد دي لما بتنجح بتخدم بالتأكيد على قطاع عديد من المجتمع إحنا عندنا شركات الستار بدأت كده أوبرو الكريم بدأت كده فإحنا الهدف الأساسي لما إحنا نقول أن إحنا محتاجين الأجهزة التنظيمية والرقابية تشتد تطبق جافة الناس بمراحل مبكرة علشان نضمن نجاح هذه المشروعات لأنه بالتأكيد مهم جدا أن هذه المشروعات تبدأ عندنا لأنها بالمناسبة لو مبعدتش عندنا بتبدأ على الدول اللي حواليها وبالتالي مهم جدا أن الناس نسبك مش بخطوة بخطوات لأنه لما بتبدأ عندنا وننجح فيها بيبقى فرص النمو خارجيا كبيرة جدا وبالتالي بيبقى إحنا لنا الصبك ولينا إديادة في هذا الأمر بيقول إيه تأكيد دكتور شامل